اهلا بكم ابناء وبناتي طلبة الصف الثالث الاعدادي وحلقة جديدة من برنامج مدرسة على الهوى طبعا زي ما متعودين في كل اسبوع ان احنا بنلتقي مع مادة العلوم والعلوم طبعا زي ما بنتفق تماما انه هو من المواد الشيقة والممتعة لان كفاية اقول ان العلوم دي هي المادة الوحيدة اللي احنا بنحتاج فيها بالحياة او اللي احنا بندرس الظواهر الحياتية والزواهر الكونية وبتخلينا نعرف الكثير عن البيئة اللي احنا موجودين فيها على مدار الفصل الدراسي الثاني في الفترة السابقة كنا بدأنا في منهج الفصل الدراسي الثاني واشتغلنا في الوحدة الاولى اللي كنا بنتكلم فيها عن التفاعلات الكيميائية ودرسنا كيميا كويس او مع بعض وخدنا معادلات كيميائية وتفاعلات كيميائية وتعرفنا على المركبات الكيميائية سواء كانت احماض او املاح او قلويات وعرفنا ايه الاهمية الاقتصادية لبعض منها الوحدة التانية يمكن كنا تكلمنا فيها عن الكهربية ودي كانت من الوحدات المهمة جدا جدا ويمكن احنا تكلمنا على تعريف الطيار الكهربي تكلمنا على القياسات الكهربية يعني ايه شد الطيار ويعني فرق الجهد ويعني ايه المقاومة وعرفنا ازاي ان احنا نجيب العلاقة ما بين شدة الطيار وما بين فرق الجهد اللي احنا درسناه بقانون قوم ويمكن كنا ادينا التطبيق العملي لقانون قوم لان احنا قلنا ان عندنا في منهج العلوم ما بقاش في امتحان عملي خاص يعني يسبق الامتحان التحريري اللي هو اسئلة العمل بتبقى متضمنة داخل الورقة الامتحانية فادينا التجربة اللي اثبت بها قوم او وجد بها العلاقة ما بين شدة الطيار وما بين فر الجهت واتكلمنا على توصيل الاعمدة سواء كان التوصيل على التوالي او التوصيل على التوازي وقلنا ان ده مهم جدا جدا وقبل ما نبدأ النهاردة مع بعضينا في الوحدة التالتة اللي هنتكلم فيها عن الوراثة حابب بس اتكلم معاكو شوية ووضح معاكو بعض الحاجات يعني لانا بحس انها حاجة مهمة جدا وممكن تبقى مصار اسئلة كتير في الامتحان عن توصيل الاعمدة احنا كنا اتفقنا مع بعض في توصيل الاعمدة ان احنا هنا فيه طريقتين لتوصيل الاعمدة فيه توصيل على التوالي وفيه توصيل على التوازي حابب بس كده عشان معاكو مسألة عايزين نشوفها مع بعض وطريق التوصيل عايزين نشوفها مع بعض لو انا قال لي بطارية مكونة من اربع اعمدة يعني جالي سؤال كده وقال لي بطارية مكونة من اربع اعمدة نشوف السؤال مع بعض ادي بطارية كهربية مكونة من اربع اعمدة متمثلة دايماً هيقول لي أن الأعمدة دي بتكون متمثلة القوة الدافعة القوة اليدفعة للبطارية بتاعتي زي ما احنا بنقول كده بطارية كهربية مكونة من أربع أعمدة متمثلة القوة الدفعة للعمود الواحد للعمود الواحد اثنين فولت ده كده بيبقى شكل المعاطعات اللي بيادهالي في مسألة دهني بطارية متكونة من أربع أعمدة قال لي القوة الدفع متمثلة ومهم قوي كلمة متمثلة القوة الدفعة للعمود الواحد كان 2 فولت فهو قال لي أكتر من المطلوب هيتطلبه مني أول حاجة مثلا هيقول لي وصل الأعمدة للحصول على أكبر قوة دافعة كهربائية ده سؤال وصل بس ما قال ليش يحسب رقم 2 هيقول لي وصل الأعمدة للحصول على أقل قوة دافعة كهربائية رقم 3 هنحط أكتر من المطلوب يعني مختلف كده عن بعضي عشان نستفيد أكتر هيقول لي وصل الأعمدة للحصول على قوة دافعة مقدارها 4 فولت وهنا هزود لكم يعني ملحوظة مهمة قوي يعني بطرق توصيل مختلفة يعني بأكتر من طريقة عايزة وصل بحيث أن أنا أخذ القوة الدفعة بتاعتي 4 فولت ناخد بالنا من معطيات المسألة دي كويس قوي قبل ما نبدأ نجاوب فيها دايما لما بيجيلي سؤال زي كده ببص على السؤال كويس بيقول لي البطارية دي مكونة من أربع أعمدة قدي معطياتي اللي في الأسئلة كل عمود القوة الدفعة بتاعته كام بتاعته 2 فولت قال لي وصل الأعمدة للحصول على أكبر قوة دافعة على أقل قوة دافعة على قوة دافعة مقدارها 4 بس هنا قال لي بعد الطرق مختلفة يعني ممكن أن أجيبها أربعة يعني ناتجة يكون أربعة بس بأكتر من طريقة تعالوا مع بعض كده نروح للإجابة بس خدوا بالكو أنا قلت لك في أول جزء المطلوب هنا أن أنا وصل بحيث أن أنا أحصل على أكبر قوة دافعة كهربية برجع معك بسرعة جدا بقولك عشان أحصل على أكبر قوة دافعة كهربية فالمفترض أن الأعمدة هنا تكون متصلة على التوالي وركزوا قوي معي كده للحصول على أكبر قوة دافعة كهربية لازم يكون التوصيل على التوالي طيب في نقطة مهمة بقى طيب لو أنا عايز أحصل على أكبر شدة طيار يبقى التوصيل على التوالي لا 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 ده الحتة دي كده محتاجة أن احنا نركز فيها شوية لأن أقول إيه عشان أجيب أكبر قوة دافعة كهربية قوة دافعة كهربية يبقى أوصل الأعمدة دي على التوالي ليه؟ لأن في حالة التوصيل على التوالي القوة دافعة البطارية بتساوي محصلة القوة الدافعة للأعمدة المكونة له تمام يبقى أنا لو عندي بطارية فيها 3 أعمدة 4 أعمدة 5 أعمدة وصلتها على التوالي بقوة الدفعة تبقى محصلتهم كلهم مجموحهم كلهم يبقى دي أكبر حاجة طب لو وصلت على التوازي باخد أقل قوة دفعة لإني ما بوصل أعمدة كلها على التوازي بتعمل كعمود واحد وهنشوفه بالرسم دلوقتي حالة الحصول على أكبر قوة دفعة وأقل قوة دفعة لكن الجزئية لأنا سألت عليها هو أنا لما قال لي وصل للحصول على أكبر قوة دفعة قلت له على طول على التوالي الله طب لو قال لي إمتى بحصل على أقوى شد الطيار يعني شد الطيار تكون قوية جدا بقول له لا في شد الطيار لما يكون قوية بوصل الأعمدة على التوازي طب هنوصل له نشوف الأول كده الجزء ده إزاي أنا أوصل الأعمدة بحيث أن أنا أخد أكبر قوة دفعة وإزاي أخد أقل قوة دفعة لأن السؤال ما قال ليش إحسب بس أنا هوصل وأحسب تمام نشوف كده يبقى بنقول له للحصول على أكبر قوة دافع هم أربع عمدة يبقى أنا هوصل الأربع عمدة دول على التوازي يعني إيه على التوالي يعني إيه على التوالي حط الأعمدة جنب بعض في فضع وقفك زي ما إحنا شايفين كده أهو هذه العمود الثاني هذه العمود الثالث هذه العمود من الرابع وطبعا قلنا العمود بيمثل بشرطة كبيرة اللي هي القطب الموجة بشرطة صغيرة القطب السلب وأبدأ أوصل سالب الأول بموجة بالتاني سالب التاني بموجة بالتالت سالب التالت بموجة بالرابع وموجة بالسالب الرابع هيجي مع موجة بمين الأول يبقى أنا كده حطيت الأعمدة بحيث أن أحصل على أكبر قوة دفعة كهربية طيب نقول كمان لو عايزين نحسبها بقى لو قال لي احسبها هقول له هنا ان قاف اللي هي القوة الدفعة او قاف دال كاف خدوا بالكم ان قاف دال كاف دي سمعت القوة الدفعة الكهربية للبطارية على مين على التوالي اللي انا رسيمها دالوقتي كده دي بتساوي محصلة القوة الدفعة للأعمدة كلها يعني قاف واحد زادت قاف اثنين زادت قاف كام؟ 3 زادت قاف كام؟ زادت قاف 4 طيب لما هم يكونوا كلهم قد بعد فهممكن اقول له قاف للبطارية في نون اللي هو عدد الأعمدة يبقى كاف دي قوة بطارية واحدة عمود واحد في نون اللي هو عدد مين؟ الأعمد دي طريقة أنا ممكن أجمع أنا قلت القوة الدفعة في المسائلة بتحتي 2 فولت 2 فولت 2 فولت يبقى كنتم ممكن أقول له قاف واحد زقة قاف اثنين زقة قاف تلاتة زقة قاف اربعين ز��고 اثنين زقت اثنين زقت اثنين زقت اثنين لما يكونوا متمثلين فبجيب قوة عمود واحد اللي هي 2 فولت واضربها في عدد الأعمدها بدل كلهم شكل بعض يبقى 2.4 تطلع 8 فولت يبقى لما حسبتها كده كل عمود الواحد وجمعته على الثاني طلع 8 فولت ولو طبقت قانوني ان قاف بتساوي للبطارية بتساوي قاف للعمود الواحد في نون اللي هي عدد الاعمدة يبقى في الحالة دي تقول له قاف في نون يعني 2.4 بكم ب8 طيب دي كده الحصول على اكبر قوة دفعة كهربية يبقى على طول محصلة القوة الاربعة البطارية اللي هي مشتملة على اربعة عمدة محصلتهم كلها 8 فولت يبقى ده التوصيل على التوالي يبقى انا عايز اقكد تاني لما يقول لي هاتلي اكبر قوة دفعة كهربية بحط الاعمدة على التوالي وشوفنا التوالي ازاي اللي هو الوضع الافقي اللي بيكونوا كلهم جنب ايه جنب بعض تعالوا نشوف بقى وصلهم تاني سؤال كان بيقول لي وصلهم بحيث ان انت تحصل على اقل قوة دفعة كهربية لو تفتكروا معنا ما كنا بنتكلم عشان نجيب اقل قوة دفعة فده بيبقى التوصيل على التوازي التواصيل على التوازي يعني بحط الاعمدة كلها فوق بعض ف Lincoln رأسي وباخد كل الاكتاب المجابة مع بعض وكل الاكتاب السالبة مع بعض طب نشوف كده نقول له التوصيل على التوازي يبقى دي التوصيل على مين على التوازي قلت بعمل ايه بحط الاعمدة كلها فوق بعض قادي واحد وقادي التاني وقادي التالت وقادي الرابع وابدأ أخذ كل الأكتاب المجابة أوصلها كطرف واحد موجب قادي الأكتاب المجابة كلها توصلت كطرف واحد بقى موجب واخد كل الأكتاب السالبة زي ما أنتم شايفين كده أوصلها مع ايه؟ مع بعضات تديني طرف واحد سالب يبقى أنا حطيت لأربع أعمدة طب عايز أحسبهم كده أنا بقى كلهم بيشتغلوا معي كأنهم عمود ايه؟ عمود واحد يبقى أقول له قاف دال كاف للبطارية بتاعتي على التوازي بتسوي احنا طبعا كدبنا على التوازي بتسوي قاف للعمود من؟ للعمود الواحد يعني كأنها قوة عمود واحد يبقى بتسوي كام؟ بتسوي 2 فولت إذن أنا لو وصلت على التوالي بجيب 8 اللي هي أكبر قوة دفعة لو وصلت على التوازي بجيب 2 اللي هي أقل قوة دفعة يبقى أكبر رقم ممكن أجيبه هو المحصلة بتاعت الأعمدة كلها 8 أقل رقم ممكن أجيبه بيبقى هو قوة عمود واحد زي ما احنا شايفين كده كل الأربع عمدة توصلوا مع بعض فدوني كأنهم عمود واحد نسبت معلوماتنا يبقى للحصول على أكبر قوة دفعة أوصل الأعمدة على التوالي للحصول على أقل قوة دفعة أوصل الأعمدة على التوازي زي ما احنا شايفين طب الجزء الثالث أنا طلبت منك وعايز أوصل الأعمدة بتاعت البطارية بحيث أن أنا أخد كام بقى 4 فولت يعني تكون قوة دفعة للبطارية 4 فولت ده هنا الكلام هيختلف ليه؟ لأن أنا لما حطيتهم على التوالي الدوني 8 طب لما حطيتهم على التوازي الدوني كام الدوني 2 طب رقم 4 ده مش موجود بالنسبالي فأنا بقى هبدأ أفكر وخد بالكم أن أنا طالب منكم حاجة مهمة قوي قلت لك أنا عايز ترسم لي الأعمدة دي بتاعت البطارية أو توصلها مع بعض بحيث أن القوة الدفعة كلها تكون كام تكون 4 فولت وزودت حتة كده قلت لك إيه؟ بأكتر من طريقة يعني بأكتر من شكل يعني ممكن توصل لي البطارية دي إزاي؟ بس المحاصلة في النهاية تكون كام 4 فولت سؤال مركب الأول نشوف هيجي إزاي 4 بعد كده نشوف أكتر من طريقة ممكن نوصل بيها لهذا الشكل تعالوا نشوف كده أنا عايز دلوقتي الحصول على قوة دافعة مقدرها 4 فولت كلنا عارفين أنا عشان أجيب 4 فولت يبقى إيه؟ قادي اللي بيديني 4 فولت قادي عمود وقادي عمود يبقى أنا لو شفت المنظر ده كده أما حط الاتنين دول جنب بعض كده هو تمام؟ كده هيدوني 4 فولت يبقى لإن إحنا قلنا الواحد باتنين قادي اتنين وقادي اتنين وكده متوصلين على التوالي والتوصيل على التوالي يديني مجموعة فاتنين زي اتنين هتطلع أربعة يبقى أنا كده أقول له أربعة فولت واخرج من الامتحان مبسوط وقول أنا حلت السؤال طبعا كده أنا محلتش السؤال ليه؟ لإن أنا ناسي حاجة أن البطارية مكونة من كام؟ من أربعة أعمدة من أربعة أعمدة اللي أنا رسمهم دول قادي عمود وقادي العمود التاني يبقى أنا في الحالة دي ما رسمتش البطارية اللي هو طالبها مني فين؟ في الامتحان أنا صحيح جبت له الأربعة فولت اللي هو قوة دافعة لكن ما جبتش كده كل الأعمدة وحطتها يبقى دي مش البطارية اللي أنا بس سألت عليها سؤالي طبع عشان أجيب أربعة أعمدة أو أخلي الأعمدة الأربعة كلهم موجودين وقيمها ما بتتغيرش قلتلكوا عشان أهمل في التوصيل قوة دافعة لأي عمود أحطه على التوازي إذن أنا ممكن أقوم جاي حطت هنا عمود على التوازي شايفين أدي واحد كده بقى أدي واحد اتنين تلاتة أنا ما غيرتش حاجة لأن الاتنين دول بكام؟ بواحد طب ما واحد تاني يقول لي يا مستر وممكن نجيب هنا كمان إيه؟ كمان واحد أهو يبقى فعلا برافع عليكم أدي هنا اتنين عملين واحد عملين اتنين فولت وقادي هنا عمودين على التوازي يعني ما عامناهم اتنين فولت يبقى القيمة بتاعتي أربعة يبقى ده شكل من الأشكال أنا كده حطيت عمودين على التوازي مع بعض وعمودين على التوازي مع بعض ووصلتهم لاثنين على التوازي ده شكل ودي طريقة والناتج بتاعها مزبوط طب هل ممكن فيه شكل تاني؟ أقول لك أو فيه شكل تاني أنت كنت عامل معي إيه دلوقتي؟ كنت رسم لي البطارية بتاعتي زي ما احنا شايفين كده بحيث ان انت عامل لي عمودين ادي واحد و ادي مين التاني مش كده برضو و كده كنت محقق لي الاربعة فولت طيب العمودين التانين بقى احطهم فين قلت ما اقدرش امشي السؤال بتاعي بعمودين لان البطارية مكونة مربعة فابدأ احط الاتنين على التوازي زي ما انت شايف كده اهو شايفين يبقى انا كده عندي ايه ادي عمود على التوازي مع العمود ده على التوازي كلهم يدوني قوة عمود واحد اتنين فولت تمام اهو و متوسط يبقى التلاتة دول محاصيتهم اتنين معهم واحد على التوالي اهو باتنين كمان يبقى المحاصلة النهائية اربعة فولت و دي الرسمة التانية طب هل ممكن نرسم كمان شكل اه ممكن انا اعمل ازاي بصوا كده للمنظر اللي اعملوا دلوقتي ادي عمودين اهم متوصلين على التوالي شايفين اهو و ادي كمان عمودين اهم متوصلين على التوالي شايفين اهو دول كلهم لو توصلوا كده اللي اتنين دول بكام باتنين واللي اتنين دول بكام باتنين يبقى اربعة يبقى انا كده عندي القوة الدفعة هنا اربعة ايه اربعة فولت ادي اتنين على التوازي و ادي اتنين على التوازي يبقى في الحالة دية القوة يعني اللي اتنين دول على التوازي مع اللي اتنين دول يبقى القوة عندي كده كام اربعة فولت يبقى أنا قدرت أرسم الشكل بتاعي بأكتر من طريقة أوصل أحصل على أربع يعني بطارية مكونة من أربع أعمدة المحصلة النهائية ليها أربع فولت وهي العمود الواحد باثنين بإني أوصل الأعمدة دي على مين على التوازي يبقى أنا ما أحب أهمل قوة دفع العمود بس لازم أحط العمود لأن البطارية بتبقى بقوة أعمدة يبقى بحط العمود ده على مين على التوازي فبالتالي هو عدداً بيتحسب لكن قيمة فعلية ومؤثر على القوة الدفعة ما بيتحسبش في حالة ما بحطه على التوازي نرجع بقى للجزئات الصغيرة اللي أنا كلمتكم فيها اللي أنا قلت لكم لو أنا بتكلم على أكبر قوة دفعة قلت في حالة التوصيل على التوالي طيب في حالة ما بوصل على التوازي بحصل على أكبر شدة طيار في فرق ما بين القوة الدفعة الكربية وبما بين شدة مين الطيار وهنا بقى العامل اللي بيأثر هو المقاومة واحد يقول لي تمحنا قلنا لما نحطهم على التوالي جنب عنهم ما يدوني أكبر شد طيار أقول لك لا مش هديك أكبر شد طيار هيديك أكبر قوة دفعة لأن القوة الدفعة ولو قال لي أسكر السابق بقول له محصلة القوة بتاعة الأعمدة كلها يعني ما يكون بطريعة التوالي من أربع عمدة بجمحهم كلهم يبقى ده على التوالي يبقى دي أكبر قوة دفعة زي ما شفنا في المثال بتاعنا تمانية طب لما حب أجيب أعلى شد الطيار لا أحط الأعمدة على التوازي أحط الأعمدة على مين هي أقل قوة دفعة لكن أعلى شد الطيار لأن المقاومة هنا بتاعة الأعمدة هتبقى على التوازي فبتبقى أقل المقاومة خدوا بالكو فشدة الطيار بتزيد لكن لما يكون حاطت الأربع عمدة جنب بعض فأنا عندي الطيار بيمشي على التوالي فالطيار بيمشي في العمود الأول بيبقى لهم قاومة يمشي في العمود الثاني يبقى لهم قاومة يبقى في عمود الثالث يبقى لهم قاومة يبقى في العمود الرابع يبقى لهم قاومة يبقى المقاومة هنا زيادة يبقى شدة الطيار بتقل يبقى في حالة التوصيل على التوالي نركز أكبر قوة دفعة لكن شدة الطيار أقل في حالة التوصيل على التوازي أقل قوة دفعة لكن أعلى شدة الطيار لأن المقاومة أقل مهمة قوي 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 الجملة دي عايزكم تركزوا فيها لأن احنا ما بنيجي نشرح بقى في المدارس المدرسين ما بيجوا شوحوكم في المدارس ممكن الجزئية دي ما بيركز عليها قوي انت خلاص عرفت فين أكبر قوة دفعة ييجي السؤال في الامتحال الحصول على أكبر شدة طيار طولي هو أنا خدت في الأعمدة شدة طيار لأننا لو عايز أتكلم في القوة الدفعة يبقى التوصيل على التوالي أكبر قوة التوصيل على التوازي أقل قوة شدة طيار يبقى التوصيل على التوالي بيقلل من شدة الطيار لزيادة المقاوم لان الطيار هيمشي فيه الاعمدة كلها وبالتالي قوة العمود الاول اللي هو المقاومة هيتضاف عليها مقاومة العمود التانية هيتضاف عليها مقاومة العمود التالت كل ما بامشي مسافة اكتر كل ما المقاومة بتزيد وشدة الطيار بتقل والكلام ده احنا اخدناه احنا بندرس قانون اوم لما قلنا بنحط حاجة اسمها الريوستات المنزلق ايه هو الريوستات المنزلق ده جهاز بيتحكم في المقاوم وبالتالي بتحكم في شدة الطيار أنا بتحكم في المقاومة إزاي؟ عن طريق تغيير طول السلك اللي بيمر في الطيار لأن العلاقة طردية ما بين طول السلك وما بين المقاومة السلك طول مهاميش يبيقاب المقاومة إذا لو السلك طول في الطول يبقى المقاومة أزيد أو أكبر وبالتالي هتؤثر في شدة مين؟ في شدة الطيار كان في بعض التطبيقات برضو اللي أنا حابب أفكركم بيها أو حابب أقولها لكم لأن إحنا عندنا دايماً بتبقى في بعض التطبيقات الحياتية المرتبطة بالمنهج اللي إحنا بندرسه يعني فيه مثلاً يقول لي إيه هو المحول الرافع وإيه هو المحول الخافض إحنا ما درسناش محول لكن إحنا عرفنا بقى أن القوة الدفعة بتاعت البطارية ممكن تبقى تزيد وممكن تقل واتحكم فيها ففي عندي حاجة اسمها محول خافض خافض وده بيستخدم لتقليل الجهد الكهرابي من 220 فولت إلى 110 فولت وبالتالي فيه محول تاني بنسميه المحول مين؟ الرافع للجهد فيه خافض بيقلل فرق الجهد أو الجهد من 220 إلى 110 فولت فيه عكسه بقى رافع لما كنا أنا معايا مصدر طيار الجهد بتاعه أقل وأنا عايز أشغل أجهزة بجهد كبير فبنستخدم محول رافع ده بيحاول لي فرق الجهد أو الجهد الكهرابي من 110 إلى 220 فيه جهاز كمان بنستخدمه جهاز للكهرباء الغير متقطع تخزين الكهرباء الغير متقطع ده جهاز بيستخدم لتخزين الكهرباء لفترة زمنية معينة وبيتبدأ هذه الكهرباء نستغلها أو تبدأ تظهر في حالة انقطاع الطيار يعني فيه أجهزة بتخزن الكهرباء وهي موجودة وبمجرد الطيار ما يقطع يقوم الجهاز على طول مقاوم الكهرباء تاني عن طريق الطاقة الكهربية اللي اختزانها وبالتالي للحصول على طيار غير منقطع غير منقطع بنستخدم هذا الجهاز اللي احنا بنخزن به الطيار الكهرباء يبقى احنا كده في الوحدة بتاعت الكهربية يعني اتكلمنا عن حاجات كتير قوي تكلمنا عن فرق الجهد تكلمنا عن شد الطيار تكلمنا عن المقاومة وعرفنا ايه العوامل بتوقف عليها والنهاردة عملنا بعض التطبيقات الحياتية او خدنا بعض التطبيقات اللي موجودة عندي في الكتاب معتمدة على دراستي للكهربية وبالتالي برضو حابب افكركم بسرعة خالص بالقوانين لان دي بتعمل عليها مسائل وهنشوفها مع بعض في المراجعات نشوف مع بعض كده القوانين اللي بتخص الكهرباء انا يمكن خدت القانون اللي كان بعبر عن شدة الطيار كان فيه قانون خاص بشدة مين الطيار وقالنا نشدد الطيار اللي هي تيه نكتب القانون كده بتساوي كمية الكهرباء كاف المرة في مواصل ما في الثانية في الزمن على الزمن يبقى تيه بتساوي كاف على زين والقانون ده كنا بنعمله كده هخلي الشكل يكون مختلف شوية بعمله بمنظر عامل كده مسلس بحط فوق هنا كافة هي وبنحط هنا مين تمام ادي تيه اللي هي شدة الطيار و ادي زين اللي هو الزمن يبقى لو انا فيه مسألة عندي ويقول يحسب كمية الكهرباء يبقى بضرب شدة الطيار في الزمن لو عايز مسألة عندي وعايز اجيب شدة الطيار يبقى كاف على زين لو عايز اجيب الزمن يبقى كاف على مين على تاه وده القانون اللي كنا بنحسب منه شدة مين الطيار وكلكوا عارفين ان شدة الطيار دي كانت بالامبير والجهاز اللي بيقسها اسمه الاميتر طيب في حاجة تاني خدناها اه خدنا حاجة اسمها فرق الجهد فرق الجهد اللي هو الشغل المبزول اللي احنا نقول عليه جيم اللي هو بيشاوي الشغل المبزول لنقل كمية كهرباء على كاف يبقى هنا برضو لو انا عايز احسب فرق الجهد بتاعي ولو عملت القانون بتاعي بالشكل ده هيبقى الشغل عندي هنا وهتبقى هنا عندي الجيم اللي هي فرق الجهد وهنا كاف اللي هي كمية الكهرباء ولما اجا اعرف فرق الجهد بقولوا الشغل المبزول لنقل كمية من الكهرباء فرق الجهد بتقاس بوحدة اسمها الفولت الشغل بتقاس بوحدة اسمها الجول كمية الكهرباء بتتقاس بوحدة اسمها الكولو زي ما قلنا فوق شد طيار بتقس بوحدة اسمها الأمبير القوانين دي خدوا بالك أنا ممكن أستنتج منها قوانين واشتغلنا على الكلام ده في أكتر من حلقة قبل كده يعني مش هناخد فيها وقت كتير ولكن أقول بس أن أنت لما بيبقى عنده قانون كده كاف زي ما أنا قلت لك عايز أجيب كاف يبقى ته في زين القانون نفسه بيطلع لو أنت بتجيب حاجة من تحت كأنها مش موجودة شد طيار هي كأنها مش موجودة احسب شد طيار يبقى دي مش موجودة بيطلع ته بتسوي كاف على زين طب هنا قال لي يحسب فرق الجهد يبقى الشغل على اللي هو الشغل المبذول على كمية الكهربة طب قال لي يحسب كمية الكهربة يبقى الشغل على مين على فرق الجهد خدوا بالكون كاف هنا lejia موجودة فوق بتسوي ته في زين يعني أنا ممكن ما أدكش في المسألة كمية كهربة أديك بس فرق الجهد وقولك احسب الشغل أول تاني أنا ممكن في مسألة أديك فرق الجهد اهو يبقى فرق الجهد موجود اهو نحط علامة صح وقولك احسب الشغل المبزول ده اللي انا عايز اجيبه تمام انا ايه اللي بيجمع فرق الجهد مع الشغل هو كمية الكهرباء زي ما انتم شايفين لان السؤال عندي عشان اجيب الشغل الشغل فوق اهو هيسوي جيم في كاف يبقى الشغل ده بيسوي جيم في كاف انا اديتك جيم مادتكش كاف فاق ممكن اديك ته و اديك مي يبقى ارجع للقانون فين الاول البصوا معايا كاف بتسوي ايه لو انا داريت كاف دي وعايز احسابها يبقى ته فين في زين يبقى انا لو معايا ته اللي هي شد الطيار ومعايا زين اللي هو الزمن هاضربهم الاتنين في بعض اجيب كاف كاف فاضربها في جيمة الدين الشغل يعني احنا بنقول ان احنا ممكن القوانين عندي زي ما احنا بنقول قوانين مفتوحة يعني ايه قوانين مفتوحة يعني انا ممكن استخدم القانون باشكال متعددة انا ايه المطلوب طب هو ايه الموجود عندي ودايما زي ما تعودنا وشوفنا في حلولنا لبعض الامثلة وبعض المسائل ان انا لازم اخذ المعلومات اللي جايالي في السؤال الاول يعني ما تيجي تقرأ سؤال اكتب في الورقة عندك ايه هي المعطيات او الحاجات اللي بتقع معطاة ليك البيانات اللي جايالك يعني ما اجي اقول لك احسب شد الطيار يبقى انت ته عندك هنا بتحطي العلامتين استفهامي يعني دي اللي انت عايز احسابه اذا كان فرق الجهد يبقى اقول له جيم بتسوي كذا وكمية الكهرباء يبقى كاف بتسوي كذا والزمن يبقى زيم بتسوي كذا يبقى انا بكتب كل المعطيات وبالمناسبة ما فيش حاجة بتوضع في الامتحان ما بيبقاش لها استخدام يعني انا لما اكون بديك وبقول لك احسب الشغل زي المثال اللي كان فايد لقت وفرق الجهد وكاف مش موجودة تمام فانت لازم تجيبها باب انا هنا بديك ته ومديك ايه زين فعشان انت ايه تستخدم ته في زين تديك كاف تقوم كاف تضربها فرق الجهد تديك مين الشغل يبقى انا عايز بقى ناخد بالنا كده ان انا ما بحفظ لحاجة زي ما احنا شايفين بحاول اكتب لك القانون بحاول استنتج من القانون نفسه يعني انا بحاول حتى التعريفات في الحلقات السابقة لو تفتكروا احنا كنا بنستنتج يعني ابسط حاجة انا قلت لك دلوقتي ته بتسوي كاف على زين ته دي بتتقاس بايه بالانبير وكاف دي بتتقاس بايه بالكلوم وزين دي بتتقاس بايه بالثانية لو قال لي بقى اعرف الانبير الانبير ده ايه شدة الطيار خلاص يبقى انا اقول شدة الطيار ادي تعريف الانبير ما هو الانبير ده بيقيس شدة الطيار يبقى اعرف لي كده الانبير تقول لي ايه شدة الطيار امتى بقى دي شدة الطيار بيكون واحد انبير لما بيكون كمية الكهرباء المرة في مواصل ما في الثانية الواحدة واحد كلوم او بكده من غير ما نقوله جملة بشكل يعني راسمي شوية كده اقولك هو او هي الانبير هو شدة الطيار الانبير هو شدة الطيار عندما تكون كمية الكهرباء واحد كلوم المرة في موصل ما خلال واحد ثانية عشان لو جيت اجيب كمية الكهرباء اللي هي واحد كلوم وقمت اقسمها على واحد ثانية اللي هو هقسم واحد على واحد هيديني شدة طيار واحد يبقى واحد انبير يبقى ده تعريف الانبير يبقى برضو التعريفات لما بناخدها بنبقى فاكرين هي بتتعامل ازاي اخر حاجة بقى بقولها لكم قانون قوم اللي احنا قلنا نوجد دايما خارج قسمة اللي هو كان بيجيب للعلاقة ما بين شدة الطيار وما بين فرق الجهد عند سبوت درجة الحرارة وقلنا العلاقة هنا طردية وكنا بنغير فيها باستخدام الريوستات عن طريق تغيير طول السلك اللي بيمر فيه الطيار بالتالي بغير في المقاومة بالتالي بغير في شدة الطيار فعلى طول فرق الجهد بيتغير كنا بنقرأ كراءة الاميتر اللي هو بيديني شدة طيار كراءة الفورتاميتر اللي بتديني فرق مين فرق الجهد وبالتالي انا بقدر احدد ايه اللي انا عايزه بالضبط فيه قانون قوم قانون قوم ده وانا خارج قسمة جيم على ته بتساو مقدار ثابت وهو ميم يبقى القانون جيم على ته بتساو ميم او ميم بتساو جيم على ته في الحالة دي جيم فوق ته تحت وميم تحت يبقى انا لو عايز اجيب جيم يبقى ته في ميم عايزة جيب ميم يبقى جيم على تاه عايزة جيب تاه تبقى جيم على ميم ويبقى أنا كده بحل أي مسألة ومن خلال برضو الافتراضات بتاعتي في القانون أقدر أوصل إلى إيه إلى تعريفات للأمبير اللي هو بيقش الطيار الفولت اللي بيقش فارق الجهد القوم اللي هو بيقس لمين المقاومة الكهربية تعالوا بقى نروح لوحدة جديدة الوحدة دي بنتكلم فيها بقى في بيولوجيت خالص يعني بنتكلم فيها عن حاجة اسمها الوراسة كلنا بنسمع كلمة وراسة لكن عايزين نتعمق كده بنشوف هي يعني إيه كلمة وراسة ده الوراسة دي بقى لها علم بنقول عليه علم الوراسة ويمكن اللي اشتغل في علم الوراسة ده علم اسمه مندل ومندل قعد من 1822 إلى 1884 كل دراساته وكل أبحاثه في علم الوراسة يعني إيه علم الوراسة هو العلم الذي يدرس انتقال استفات الوراسية من فرد إلى آخر يعني نقول شوف كده مع بعضة هو علم الوراسة هو العلم الذي يدرس الجينات والصفات التي تورثها التي تورثها وما ينتج عنه من تنوع في الكائنات الحي يعني الصفات دي لما بتنتقل والجينات دي بتؤدي إلى توارث بعض الصفات هو أنا عايز أسأل سؤال هي كل الصفات صفات موروسة تاب نشوف كده مع بعض لما بنيجي ندرس الصفات بنلاقي الصفات عندي نعيم فيه صفات بنسميها الصفات الوراثية وفيه صفات بنسميها صفات مكتسب بتيالي وراسية كده احنا عارفين اللفظ ده كويس قوي لما أقولك ده دي حاجة وراسية يعني حاجة جاي من الجدود للأباء للأبناء وهكذا يبقى معناها هي الصفات التي تنتقل من جيل لآخر تنتقل من جيل لآخر مثل لون الشعر فصيلة الدم لون الجلد يبقى دي أمثلة لصفاته رسية نقول ده مثلا ده لون عينه زي لون بابا أو مثلا ده لون شعره زي لون بابا مثلا أو فصيلة الدم بتاعته زي لأن هنا الصفة صفة إيه موروسة لما نشوف ولد أبيض كده لون الجلد بتاعه نقول أصل بابا مثلا أو بابا ومامته اللي اتنين لونهم أبيض يبقى هنا دي صفة موروسة جاية من الأباء جاية من الجدود يبقى صفة تنتقل من جيل إلى آخر تمام؟ دي بنسميها الصفة الموروسة إنما النوع الثاني بنسميها الصفات المكتسبة وهي الصفات غير القابلة للانتقال ما بتنتقلش من جيل إلى آخر مستعلم علم أو مهارة يعني أنا مثلاً ممكن ألاقي الأب لو عايزين نفهم الحتة دي احنا قلنا أنه عندي نوعين دلوقتي من الصفات صفة بنسميها الصفة الوراثية وصفات بنسميها الصفات المكتسب الصفة الوراثية هي اللي بتنتقل من جيل إلى آخر لون الشعر، لون العين، لون الجلد، فصيلة الدم طب الصفات المكتسبة هي الصفات التي لا تنتقل دي بتيجي نتيجة التعلم يعني أنا ممكن ألاقي الوالد مثلاً أو الأب لعيب كرة كويس جداً ونلاقي ابنه إيه؟ ما بيعرفش يلعب كرة أو ممرسته للرياضة وكرة القدم تحديداً بابا لعيب مشهور وعنده مهارات ويعني حريف كرة بالبلد كده ولكن ممكن تلاقي الابن وبيعرفش يلعب كور هنا الصفة دي ما انتقلتش دي صفة اكتسبها الأب من خلال التعلم، من خلال مهارة معينة الرسم يعني ممكن نلاقي فيه أب فنان، رسام وممكن نلاقي الابن ما عندوش أو العكس نلاقي الولد بيرسم كويس جداً جداً وممكن بابا ما كانش بيحب الرسم أو ما كانش بيرسم كويس والعكس برضو فيه تعلم المهارات ممكن الولد على كمبيوتر يعني ممتاز وبيعمل برامج وإبداع والاب ما عندوش فكرة عن الكمبيوتر هنا دي صفة بنقول عليها صفة مكتسبة نتيجة التعلم أو نتيجة مين المهار يبقى احنا لما نبص للصفات عندنا تاني بنقول إن الصفات اللي عندي نوعين صفة وراسية وهي التي تنتقل من جيل إلى جيل وصفة مكتسبة وهي التي لا تنتقل من جيل لآخر ولكن بتيجي نتيجة العلم أو المهار لو شفنا مع بعض كده تجارب ميندل احنا اتفقنا أن ميندل ده هو العالم اللي اشتغل في علم اسمه علم الوراثة البدايات الفعالية لعلم الوراثة كانت على يد العالم النمساوي ميندل وده قلنا زي ما قلنا بالضبط من 1822 إلى 1884 طب هو لما جيه يدرس علم الوراثة ركز على إيه كان بيدرس إيه بيدرس توارث صفات معينة اختار نبات اسمه نبات البازلاء أو اللي احنا نقول عليه ساعة البسلة يبقى ميندل لما أجرى التجارب بتاعته أو كل دراساته في علم الوراثة اعتمد على نبات اسمه نبات البازلاء أو البسل طيب هيجي لي سؤال في الامتحان يقول لي ليه نبات البسل أو ليه نبات البازلاء طب ما خدش أي نبات تاني ليه هقولك بقى نبات البازلاء ده في مجموعة من الخصائص هي التي ساعدت ميندل على أنه يحقق نتائج في دراسة العلم الوراثة مثلا نبات البازلاء ده بيدي انتاجية عالية جدا في الأفراد يعني الأفراد اللي بنتجهم كتيرة جدا طب كويس عشان نقدر ندرس تاني حاجة دورة حياته قصيرة يعني ايه شهرين أو ثلاث شهور يعني ايه ويجي جيل وممكن يجي جيل بعديه فإذا انت ممكن لو عايز تشوف التغير اللي بيحدث من جيل لجيل هنا فترة دورة الحياة بتاعته بتكونش طويلة قوي متعودش مسلا سبعة تانية شهور متعودش سنة لا ده ممكن من ثلاث أربع شهور أدرس يجي لي منتج ايه جديد بتتميز بأن لها العديد من الصفات المتناقضة وركزوا على الحتة دي شوية يعني نبات البازلاء ده من النباتات اللي بيكون له العديد من الصفات المتناقضة يعني فيه بازلاء ساقها طويلة وفيه ساق قصير فيه نباتات بازلاء زهورها بيضاء وفيه نباتات بازلاء الزهور بتاعتها أو السمار بتاعتها بيبقى لونها مختلف يعني عندي مجموعة البزور بتاعتها بتبقى لها شكل بتبقى لها شكل هنشوف ده كل حلم مع بعضين يعني معناها ايه ان نبات له صفات متناقضة كثيرة جدا اذا ده يساهل لي الدراسة لما ادرس نبات بصفة مع نبات بصفة تانية تب اشوف بيدوني ايه تب لو انا قررت صفة مع صفة نفس الصفة تب بيديني ايه او صفة اخرى بيديني ايه فعندي امكانية في نبات البازلاء ده ان انا ادرس كمان فيه حاجة مهمة جدا 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 انه بيساعدني على ان انا ممكن اعمل له تلقيح ذاتي وتلقيح صناعي ودي في منتهى الاهمية واحد يسألني هو ايه التلقيح الذاتي ده احنا اخذنا المعلومات دي تقريبا فين فقول اعدادي حاجة زي كده او في الابتداء ايه هو ايه التلقيح الذاتي وايه التلقيح الخلطي او الصناعي التلقيح الذاتي ان تنتقل حبوب اللقاح من موتك زهرة الى ميسم نفس الظهر يعني الظهرة نفسها هي ايه اللي تلقح نفسها يعني زي ماقوله الخلايا المذكرة اللي فيها تنتقل الى الخلايا المؤنسة ويحتس عملية الاخصاب تبديدي سهلة في نبات البازل لا سهلة جدا ممكن اغطي سطح النبات دوا باي قطعة من الحرير كده او القماش الخفيف بحيث ان انا مايجليش حبوب اللقاح من اي مكان اخر بضمن كده ان حبوب اللقاح اللي بتخرج من الظهرة هي اللي بتروح للميسم بتاع زهرة تانية يبقى انا كده لو عملت عملية التلقيح دي ضمنت على طول ان عملية التلقيح هنا تلقيح ذاتي يعني منه فيه من موتوك زهرة اللي هو عضو التسكير اللي فيه حبوب اللقاح الى ميسم نفس الزهرة اللي هو بيبقى فيه البويضات او الخلايا المؤنسة اما ايه التلقيح الخلطي او الصناعي ان انا ممكن يجي لحبوب اللقاح من زهرة تانية تدخل على الميسم بتاع الزهرة دي تب ازاي اه تيجي انت بقى تقوم قاطع الموتوك ده قبل ما يتفتح ما هو فيها موتوك الزهرة الوحدها خنسة هنا خنسة يعني فيها مذكرة مؤنسة فانا بقوم جاي قاصص الموتوك بتاعها قبل ما بيتفتح تمام ليه بقى ما هو ما يتفتح هتخرج منه مين حبوب اللقاح وتقوم من قولة الى الميسم فيبقى تلقيح ذاتي لا اه ما انا خلاص جربت التلقيح الذاتي وعرفت انه ناجح انا عايز اشوف هل ممكن ان انا لقى حزي الزهرة تلقيح خلطي او تلقيح صناعة قال لي اه بتقص او بتقطع الموتوك بتاع الزهرة ده قبل ما يتفتح فبالتالي ما فيش حبوب اللقاح خرجت وانقلوا انا حبوب اللقاح من نبات اخر مركزين انقلوا حبوب اللقاح من نبات اخر وممكن ننقلها طبعا في عوامل كتيرة بقى الرياح ومثلا الماطرة وممكن التلقيح الذاتي الخلطي عن طريق الانسان نفسه بجيب فرشة الوان كده واخد بها حبوب اللقاح وحطها على ميسم الزهرة يبقى انا نقلت حبوب اللقاح من موتوك زهرة مختلفة الى الزهرة دي يبقى انا عملت تلقيح صناعي تعالوا نشوف مع بعض ايه اهم النقاط وده علل السؤال بيجيلي في الامتحان يقول لي ليه اعتمد مندل على نبات البزلاء في دراسته لتجارب الوراس نشوف مع بعض كده ايه هي العوامل اللي انا يمكن اوجزتها لكن نقولها بالتفصيل كده ايه العوامل اللي خلت مندل يعتمد على زي ما احنا بنقول كده نبات البزلاء في اجراء تجاربه في علم الوراس اول حاجة بقول لي اختار مندل نبات البزلاء لاسباب عديدة انتاج النبات لعدد كبير من افراد الجيل الوحي بيخرج عدد لا حسنك عدد كبير جدا قصر دورة حياته زي ما اتفقنا مع بعض عدة اشهر يبقى الدورة صغيرة اقدر اشوف الناتج بتاعي من فترة لفترة بسرعة اشوف الجيل الاول فيه ايه والتاني فيه ايه سهل ادرس مش عقود لي مثلا سنة ولا حاجة عشان اشوف سهولة زراعة نبات البازلاء وجمع بزور سهل النبات ده بيتزرع وسهل ان انا اجمع بزوره عشان ادرس الصفات بتاعتي طيب ايه كمان قال لي الظهرة خنسة لسه متكلمين فيها دلوقتي معناها ايه الظهرة خنسة بيتيح لاجراء عملية تلقيح ذاتي ودي بتتم عن طريق الصناعي وده بازالة الموت قبل انفتحها وتزويد ميسم الظهرة بحجوب لقاح من نبات اخر باستخدام ريشة الوان مركزين شايفين الكلام زي ما قلنا هو بالزبط يبقى ان الظهرة خنسة ودي بتمكنني من انا اعمل طلقيح ذاتي وطلقيح صناعي او خلطي طلقيح ذاتي ان انا بغطي الازهار بتاعتي باكياس من الحرير وبالتالي اللي بيخرج من موتك الظهرة بيروح لميسم نفس الظهر ما جلاش التغطية دي يعني ما جيش حاجة من بره طب لو عايز اعمل طلقيح صناعي خلاص اقضي بقى على حبوب اللقاح اللي جوه وخلي حبوب اللقاح تجيلي منين من بره فبنقطع او بنزيل الموتك قبل انفتحها لانها لو انفتحت هتخرج منها حبوب اللقاح وبنزود ميسم الظهرة بحبوب اللقاح من نبات اخر باستخدام ريشة الوان طب ايه كمان برضو اليوجود عدة انواع من البازلاء ودي قلناها برضو مع بعض تحمل ازواج من الصفات الوراثية المتضادة التي يسهل ملاحظتها ودراستها نشوفها تاني كده في انواع من البازلاء تحمل ازواج من الصفات الوراثية المتضادة يعني ممكن نلاقي زي ما قلت واحنا بنشرح نبات تكون ساكو قصيرة بازلاء برضو واحد تاني بازلاء يكون الساك قصير ممكن نلاقي لونه ظهر هنشوف مع بعض الصفات دي كلها في جدول ما جمعها لكم حالا درس مندل سبع صفات وراثية في نبات البازلاء ركز في تجربه على دراسة كل صفة وراثية على حد يعني كان قاعد بقى متخصص في هذا الموضوع مما سهل عليه لاحقا التوصل الى نتائج والفرضيات التي شكلت الاساس لعلم الوراثة وتطوره يعني الراجل ده اشتغل على يعني نبات البازلاء اجرى تجربه على كل الصفات وبالتالي قدر يوصل لنتائج وفرضيات بصوا معي بقى في الجدول الجميل ده احنا قلنا ان النبات ده بيتميز بان عنده ايه صفات وراثية متنقضة يعني ممكن نلاقي واحد في حاجة والتاني في حاجة بس بشكل تاني شكله متنقض في صفة منهم بنسميها الصفة السائدة وهنشرح يعني ايه صفة سائدة حالا مع بعض وفي صفة بنسميها صفة متنحية وبرده هنشرحها مع بعض بس نبص الاول شكل البزرة ممكن نلاقي البزرة الصفة السائدة اللي هي دايما موجودة البزرة ملساء شكلها ملساء نعمة او الصفة المتنحية مجعدة خشنة يعني لون البزرة ممكن نلاقي البزرة صفرة وممكن نلاقي لون وده اللون العام او السائد ولون اخضر ده اللون المتنح لون الزهرة خدوا بالكم لون البزرة ولون الزهرة لون الزهرة كرموزي ده السائد وابيض ده الصفة المتنحية وضع الزهرة الزهرة فين فين الزهرة بتنتك في النبات ممكن تكون ابطية في الابط يعني بتاع النبات وممكن تكون طرفية يبقى الصفة السائدة ابطية الصفة المتنحية طرفية لون كرن الصمرة لون كرن الصمرة بيكون أخضر السائد أو أصفر ده اللون المتنحي لون كرن الصمرة شكل الصمرة يعني أخذ بالك فيه لون وفيه شكل زي البزرة كده البزرة كان لها شكل اللي هو أملس ومجعد وكان لها لون اللي هو الأصفر والأخضر شكل برضو لون كرن الصمرة أو لون الصمرة أخضر وأصفر لكن شكل الصمرة منتفخ أو محزز طول الصاق الصاق بتكون يا إما طويلة يا إما قصيرة دي كده فكرة عن أهم الصفات اللي احنا بنلاقيها في نبات البازلاء عشان كده كنت بقول نقطة مهمة قوي بقول إن النبات البازلاء ده بيجمع العديد من الصفات المتنقضة يجمع العديد من الصفات المتنقضة يعني ممكن نلاقي صفة وصفة عكسية زي ما قلت لك طول السق وكسر السق في نباتات سقها طويل في نباتات سقها إيه قصير طيب نشوف مع بعض كده مندل بقى التجربة بتاعته عملية التجربة هنا هنحب نقولها ليه لان احنا عارفين ان احنا ما عندناش امتحان عملي فممكن يجيلي السؤال العملي فهيقول لي يلا تجربة مندل لدراسة صفة لون البزرة في نبات البازل لا طبعا احنا ناخدها برضو على سبيل المثال هنقولها برضو بسرعة طبعا مش هنطلب منك اوكتبة الخطوات دي طبعا مش زي قانون قوم قانون قوم ده سهل قوي ان انا اتعامل مع خطوات وهنا موضوع شوي قام بزرعة نبات يعطي بزور صفراء ونبات يعطي بزور خضراء يبقى خدوا بالكم جاب نبات بيدي بزور صفراء اللي هي الصفة سائدة ونبات تاني بيدي بزور خضراء وتركها تجري تلقيح ذاتي لعدة اجيال للتأكد من نقاء الصفة يعني خد كل لون بزرة البزرة الصفرة وعمل منها عملية تلقيح ذاتي مع نفسها عشان يفضل البزرة صفراء على طول وخد بزور خضراء نبات بزور خضراء وعمل عليه عملية برضو زرعوا اكتر من مرة عشان يضمن ان الصفة نقية زرع بزور هذه النباتات فاعطت نباتات تحمل ازهار انتزع منها الاسدية قبل نوت جلموتك حتى يضمن عدم تلقيح النبات ذاتيا بيعمل تجربة تانية اللي هو التلقيح الذاتي اجرى التلقيح الخلطي للنباتات التي تعطي بزور صفراء مع نباتات تعطي بزور خضراء وتغطية المياسم حتى لا تتلقح خطأ من ازهار ايه اخرى يعني انا هنا عايز اعمل عملية التلقيح داخلية بيكون جميع البزور النتجة صفراء يعني وجب بزور صفراء اللي هي صفة الصيدة مع بزور خضراء اللي هي صفة المتنحية ودي نقية ودي نقية وهنا لاحظ ايه بقى لان جميع البزور النتجة صفراء واختفى اللون الاخضر من الجيل الاول تماما برضو هبسط لكم الحكاية دي تسمى صفة اللون الاصفر في البزور اسم الصفة السائدة وهي الصفة التي تظهر في كل افراد الجيل الاول تسمى صفة اللون الاخضر في البزور اسم الصفة المتنحية وهي الصفة التي تختفي في افراد الجيل الاول بعد كده زرع مندل نباتات الجيل الاول بعد ان سمح لها بالتلقيح الذاتي فحصل على نباتات كورونها خضراء ونباتات كورونها صفراء تمام بنسبة 3 إلى 1 ورسمها بأفراد الجيل الثاني هنا بنقول بس إيه اللي عملوا مبدأ السيادة التامة كرر مندل تجاربه على الصفات السبع لحظ إحدى الصفاتين تختفي في الجيل الأول ثم تظهر الصفاتين المتضدتين معا في الجيل الثاني بنسبة عددية 3 إلى 1 سمى مندل الصفة اللي بتظهر في جميع أفراد الجيل الأول صفة سائدة وسمى الصفة المضادة اللي هي المتناقضة معها اللي بتظهر في الجيل الثاني بس وبتختفي في الجيل الأول بالصفة المتنحية ويسمى ظهور صفة وراسية سائدة في أفراد الجيل الأول عند تزاوج فردين بيحمل كلاهما صفة وراسية نقية مضادة للصفة التي يحملها الفرد الآخر مبدأ السيادة التامة ومن هنا بدأ مندل يعمل قانونه الأول يعني الراجل ده بعد ما قرينا التجربة كده جاب صفتين متناقضتين ولكن إيه بقى نقيتين خدوا بالكم من كلمة نقية نقية يعني نبات جايبه بيكون لون البزور بتاعته أصفر ودي صفة سيدة أصفر نقي يعني مش مهجن يعني ما معاش أجزاء من البزور الخضراء خالص مع نبات بزوره لونها أخضر يبقى جاب النبات النقي اللي هنا لونه أخضر مع نبات لونه أصفر طبعا قلنا الأصفر هو الصفة السائدة وخلاهم يعملوا عملية تزاوج فكل أفراد الجيل الأول اللي نتجت كانت كلها صفراء يعني اللون الأخضر ده ما ظهرش معي خالص برغم أن أنا عامل تزاوج ما بين النباتات بتحمل صفتين متناقضتين وكل صفة نقية أصلا ده مدخل إيه؟ مدخل القانون الأول لمندل بيقول لي إيه القانون ده؟ عند تزاوج فردين نقيين أو بيحملوا صفتين متناقضتين نقيين يعني إيه؟ لو أنا جايب نبات طويل الساق يبقى طويل نقي طويل نقي يعني مش مهجن يعني الجنين بتوعه بيكونوا جنات بتحمل صفة الطول وعملت له عملية تزاوج مع نبات تاني بيحمل صفة متناقضة وعكس طويل الساق إيه؟ يبقى قصير تمام؟ فأنا هجيب النبات الطويل أخليها تزاوج مع نبات قصير والقصير ناقي برضو يعني إيه ناقي؟ يعني الجنين اللي موجودين فيه بيحملوا صفة القصر يبقى هنا مش واحد مثلا بيحمل صفة طول واحد صفة قصر لا الاتنين نقيين وأم زاوجهم مع بعض طلع كل هنشوفها بمسألة حالا لا أقول لأفراد الجيل الأول كلها بتحمل الصفة السائدة اللي هي اللون أو إحنا تكلمنا على طول كلها طويلة يعني الأربع نباتات كلهم هيبقوا نباتات طويلة طيب لو خد بقى فردين من الجيل مين؟ من الجيل الأول دول وعمل لهم تزاوج مع مين؟ مع بعض فبيبدأ في الجيل الثاني ركزوا معي الجيل الأولاني كله طلع إيه؟ نباتات طويلة الساقة لو أنا بقى خدت من الجيل الأول فردين اللي هم طوال دول وهمت عمل لهم عملية تزاوج الجيل الثاني يطلح في إيه بقى؟ تبدأ الصفة الثانية تظهر أنا كنت في الأربعة الأولانيين كلهم طوال لا يبدأ بقى في الجيل التاني يكون عند فيه بعض النباتات طويلة وبعضها قصيرة طب بنسبة ولا يعني كده بتيجي أي لا اللي بنسبة تلاتة إلى واحد تلاتة للصفة الطويلة اللي هي السيدة وواحد للصفة القصيرة اللي هي المتنحية هو أنا بس عايز أقول لكم أنا عمال أقول صفة سيدة وصفة متنحية هو إيه كلمة صفة سيدة وصفة متنحية الصفة السيدة هي القادرة على إظهار نفسها إذا وجدت يعني الجين بتاعها قادرة على إظهار صفته إذا وجد مع جين آخر سائد أو جين متنحي أقول تاني الصفة الوراثية السائدة الصفة السائدة طبعا كل صفة بنمثلها بجنين فالصفة السائدة هي اللي بيكون قادرة جنتها قادرة على إظهار صفتها إذا وجدت مع جين سائد آخر أو جين متنحي إنما الصفة المتنحية هي اللي بيمثلها جينين متنحيين غير قادرة على إظهار صفتها يعني لو تواجدت مع أي صفة سائدة لا خلاص صفة السائدة هي اللي بتكسب وهنشوف ده في المثال ونرجع للداتا شو تعالوا نشوف مثال كده مع بعضينا يبين لي إيه اللي عملوا مندل وإيه القانون الأول اللي عملوا مندل بعد ما ناخد المثال هنرجع نشوف الداتا شو بتاعتنا ونقول تعالوا كده نعمله بالألوان كمان ونشوف إيه اللي هيحصل معايا هنا لو أنا جبت نبات طويل بازلاء طبعا طويل الساك نبات طويل الساك تمام وخليته يعمل تزاوج أهو هيتزاوج مع نبات آخر خليني أكتب باللون الثاني كده وأقول قصير الساك هنرمز ليه طويل الساك وقلنا ناقي يعني هكتب الكلمة والله ناقي وهنا برضو هيبقى إيه هيبقى ناقي تمام وإحنا عارفين أن طول الساك ده الصفة السائدة دي كده السائدة إنما هنا دي الصفة الإيه المتنحية الصفة المتنحية كون إن أنا أقول ناقي يعني إيه يعني ما بنمثل الفرد بتاعه بنقول تي كابتل تمام تي كابتل أهو طب أنا عايز أقول صفة متنحية الصفة المتنحية اللي هي كسر الساك بيمثلها جنين متنحيين هنستفترض إنه تي سمول مع تي سمول تمام يبقى ده الأب الأبوين هناخد بقى الجاميات اللي بتخرج من هنا هيبدأ انفصال لاستفاة أهو يبقى هنا هيبقى تي كابتل وهنا تي كابتل طيب هنرسم هنا هتبقى عندي تي سمول مع تي سمول تمام هيبدأ يحصل التزاوج هيحصل التزاوج إزاي بصوا أنا هعمل إيه بقى هنا الجين ده أهو هيروح يرتبط مع جين الفرد التاني هيحصل بينهم تزاوج زي ما اتفقنا وهنا الجين ده هيروح برضو مع الفرد من التاني خدوا بالكوا أنا هكتب النتج هنا ويجي الجين بتاع الفرد الأول يروح لواحد جين من الفرد التاني اهو ويروح يتزاوج مع واحد جين منين من التالت اهو تمام تعالوا كتبوا لي النواتج كده نكتب النواتج هنا تي كابتل مع تي سمول يبقى تي كابتل الأولى هي تمام مع مين مع تي سمول خدوا بالكم احنا بنجيب أدي تي كابتل هي شايفين الخط بتاعها اهو 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 راح مع مين مع تي سمول يعني انا مش بكتب النتج ده من عندي اهو اهو انا كده ظللت بالأحمر مع الأصمر عشان تعرفوا أدي تي كابتل مع تي سمول تمام طيب التاني هنا ايه ادي تي كابتل هي يبقى ادي تي كابتل تمام مع مين راحت مع مين اطلع بقى معايا كده اهو شايفين الخط بتاعها اهو راحت مع تي سمول التاني الجين التاني يبقى مع تي سمول طيب نشوف الفرد مين التالت التي كابتل اهي شايفينها همشي منها اهو هتروح تتفق مع مين او تتزوج مع مين مع تي سمول يبقى دي تي كابتل جات لهي تمام مع مين مع تي سمول شايفين المنظر ده طيب نشوف الفرد الرابع الجين اهو الساق تي كابتل هيروح يتحد مع جين تاني من صفة متنحية اللي هو يبقى عندي واحد كابتل مع مين مع واحد سمول دول كده الاربع افراد اللي نتجوا بص على الجينات بتاعتهم تي كابتل و تي سمول الجين السائد اللي هو احنا اتفقنا من الاول اهو شايفين كلمة سائد كانت عن تي كابتل تي كابتل ناقي يعني تي كابتل ده الناقي وال تي سمول ده الايه المتنح الجين السائد هو القادر على اظهار صفته اينما وجد اينما وجد هو طالما الجين السائد اتجاف الفرد خلاص يظهر صفته يبقى انا بصوا كده معايا الاصمر هو السائد بالنسبة لي والاحمر هو المتنح فيه اصمر هنا سائد اه يبقى يظهر صفته هو صفته ايه طويل يبقى النباد ده طويل الفرد ده طب هنا بقى بصوا كده تي كابتل و تي سمول الكابتل موجودة اللي وجهين السائد يبقى طويل طيب بصوا معايا يعني مالش كنا مفروض نكتابه بلا اصمر عشان يبقى الالوان ضبطة مع الرسم يعني يبقى هنا ده بردو بدل فيه تي كابتل يبقى ده طويل طب هنا بردو فيه تي كابتل و تي سمول يبقى ده ايه طويل ايه اللي انتوا لحظتوه ايه اللي احنا بلاحظوه هنا زي ما انتم شايفين كده تي كابتل و تي سمول تي كابتل تي سمول تي كابتل تي سمول كل افراد ده الجيل المين ده الجيل الاول لو لحظت في الجيل الاول كده كل افراده التي كابتل دي جت يبقى جين سائد قادر على إظهار صفته يبقى النبدة طويل النبدة طويل النبدة طويل النبدة طويل خذوا بالك أنا كنت بزاوج مين نبدة طويل الساق مع قصير الساق الأفراد اللي تلعت كلها في الجيل الأول طويلة الساق طب لاحظوا هنا صفة القصر الساق ظهرت ما ظهرتش لكن اللي ظهر في أفراد الجيل الأول كلهم صفة واحدة اللي هي الطول وده بيسموه مبدأ السيادة التامة الرسم بيأكد كده مبدأ السيادة التامة يعني إيه سيادة تامة إن صفة منهم فرضت نفسها على كل أفراد الجيل الأول يبقى لو تزاوج فردين نبسط الكلام كده لو تزاوج فردين نقيين بيحملان صفتان متناقضتين فإن أفراد الجيل الأول كلها تكون بها الصفة السائدة بنسبة 100% وتختفي تماما الصفة المتنحية يبقى نبات طويل نقي معنى بات طويل السائق نقي معنى بات قصير السائق نقي كل أفراد الجيل الأول هتكون طويلة السائق ده مبدأ السيادة التامة الطول هنا كسب كسب الاربعة 100% نسبة هنا 100% تب نسبة وجود الصفة المتنحية 0% لأن كل أفراد الجيل الأول كلهم كانوا طويل السائق يبقى فيه صفة سادة عشان كده بيسميه مبدأ السيادة التامة أن كل أفراد الجيل الأول تكون من صفة واحدة أن لما جبت فردين نقيين فيهم صفتين متناقضتين وإذا وقتم مع بعض ففيه صفة ظهرت في الجيل الأول بنسبة 100% وفيه صفة اختفت تماما الصفة السائدة هنا ظهرت بنسبة 100% والصفة المتنحية اختفت تماما بس لحظوا نقول إيه فيه أفراد الجيل الأول وده بيسموه مبدأ سيادة تامة يعني صفة هنا خدت 100% والصفة التانية جنبها اختفت تماما تعالوا بقى نعمل حاجة تانية لو أنا جيت بقى أجيب فرضين من الجيل الأول وزوجهم ده في المثال اللي أنا أتكلم فيه أنا أبدأ بمين بفردان نقيان بيحملان صفتين متناقضتين أول تاني فردين نقيين بيحملان صفتين متناقضتين يعني نقي طويل السق مع نقي قصير السق طويل السق يعني نقي يعني إيه يعني الجنين بتوعه جنين تي كابتل التاني تي سمول اللي هو المتناحي تعالوا بقى نشوف لو أنا خدت فرضين من الجيل الأول وزوجتهم مع بعض أشوف الجيل التاني هيحصل فيه إيه نبص كده على الرسمة تانية قبل ما أبدأ أنقلها دي كل أفراد الجيل الأول زي ما أنتم شايفين كلها طويلة السق كل تركبها إيه تي كابتل تي سمول تعالوا ناخد مع بعض بقى واحد فرضين من أفراد الجيل الأول ونعمل لهم تزاوج عشان نشوف الجيل التاني إيه هيكون وضعه إيه هيكون شكله نشوف مع بعض كده أدي عندي أهو أجيب فرضين من الجيل الأول ونزوجهم مع بعض الفرضين أدي فرضين واحد كان تي كابتل إحنا اتفقنا كلهم والفرض التاني كان تي كابتل أنا بكبر هولكلام عشان تشوف الفرض الأولاني كان تي كابتل تي مين سمول الفرض التاني كان تي كابتل تي سمول بالمناسبة لما شوف دي دي صفة سائدة جين سائد و جين متنحي يبقى هنا الجين السائد هو اللي صفته بتظهر يعني ده طويل الساق يبقى النبات ده طويل الساق و ده طويل الساق و احنا اتفقنا طلعوا الاربعة معايا نباتات طويلة مين الساق ابدأ اعمل ايه ابدأ اعمل لهم عملية الفصل للجينات يبقى ادي تي كابتل تمام و ادي مين تي سمول وهنا برضو ادي تي كابتل و ادي تي سمول هنبدأ نزاوج بقى بصوا معاي هاخد دلوقتي ادي اول فرده ادي تي كابتل من الفرد الاولاني هتروح ترتبط مع مين مع جينه من الفرد التاني شايفين هنا في نتج هيتطلح هنا هنقوله مع بعض دلوقتي طيب وبعدين تي كابتل تروح الجين ده يروح للجين من الفرد التاني يبقى الناتج بتاعه هيتكتب هنا وبعدين التي زي ما انتم شايفين كده وبعدين التي اهي هتروح للجين الاول هنا تمام وهكتب الفرد بتاعي هنا والتي التانية هتروح مع اللي هي الجين يعني مع الجين التاني وهكتب الناتج هنا تعالوا بقى نحط النواتج كده بصوا كده معايا لو احنا بصينا دلوقتي كده على المنظر بتاعي ده اهو هنا ايه تي كابتل شايفينها مع مين مع تي كابتل يبقى ما نيجي نكتب ادي تي كابتل مع تي كابتل ده فرد طيب بصوا مشه تاني وهو رايح بقى للجين التاني يبقى تي كابتل مع مين مع تي كابتل ادي تي كابتل شايفينها مع مين مع تي كابتل طيب تعالوا نشوف هنا ايه تي كابتل راح تلمين اول حاجة لتي كابتل طبعا الكابتل ده السائد القادر على اظهار صفة والجين بيقف وبعدين هنا ادي تي كابتل بعد كده هتلاقوا ايه تي سمول راح لتي سمول يبقى دي تي سمول وتي سمول قولوا لي الافراد دي بقى هنا جين سائد يبقى طويل هنا جين سائد تي كابتل هي يبقى طويل ما ليش دعب امين معاه هنا جين سائد تي كابتل يبقى طويل طب هنا مفيش بقى الاتنين متنحيتين يبقى ده شخص متنحي اللي هو قصير يبقى في الجيل التاني ظهر عندي الاربع افراد مالهم تلاتة طويل اللي هي الجين السائد أو صفة سائدة وواحد قصير اللي هي الصفة المتنحية يبقى إذا تزاوك فردين نقيين في الجيل وصفتين متنقدتين في الجيل الأول كل الأفراد بتكون تحمل الصفة السائدة بنسبة 100% مبدأ السيادة التامة إذا تزاوك فردين من الجيل الأول فأفراد الجيل التاني بتبدأ تظهر فيهم الصفتين السائدة بنسبة 3 إلى 1 متنحي أو 75% إلى 25% وده يمكن قانون منذ الأول طبعا إن شاء الله في الحلقة القادمة هنستكمل مع بعض قانون منذل التاني وهناخد تعريف الجنات بنتمنى لكم طبعا كل التوفيق والنجاح بإذن الله تحياتي وتحيات أسرة البرنامج وإلى أن ألقاكم لكم تحياتي